الحلقة دي مقدمة بالتعاون مع برنامج عن السينما اللينك بتاع البرنامج في الديسكريبشن للي يحب يشترك ويتفرج على حلقات غنية عن مواضيع سينمائية مختلفة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من فيلم جامد وحلقة النهاردة عبارة عن مناقشة عن موضوع بيجيلي في شكل أسئلة متكررة أسئلة بتجيلي بشكل متكرر وشبه يومي في البث بتاعنا مين من الممثلين المصريين مؤهل للعالمية؟ أو إمتى نشوف ممثل عربي بيصل للعالمية؟ قبل ما نعرف نجاوب على السؤال ده لازم نحاول نتفق على تعريف للعالمية وهنا بالتحديد أقصد العالمية السينمائية أو العالمية الخاصة بالممثلين هل دي معناها هو الظهور المتكرر في أفلام هوليودية؟ أو الظهور المتكرر في أفلام من انتجات أجنبية مختلفة؟ أو الحصول على جائزة كبرى في أحد المهرجانات الكبيرة؟ أو الوقوف ضمن مصاف النجوم العالميين إنك تحسب من ضمنهم؟ الحقيقة أعتقد إن صعب جدا نتفق على تعريف واحد وده على الرغم من إن صورة العالمية السينمائية في وطننا العربي محددة أوي وهي بكل بساطة صورة النجم الكبير عمر الشريف ولو حاولنا نقيس الموضوع على الآلب بتاع عمر الشريف حنزعل قوي لأن عمر الشريف بعيدا عن كونه ممثل كبير هو في الحقيقة شخصية غير عادية وأنا من الناس اللي عادة بتكره التعبير ده ولكن لازم أعترف به في بعض الأحيان إن فيه ناس معينة فيه مجالات معينة ينفع نبص عليها ونقول ده مش شبه باقية البني أدمين شخصية متفردة وتفرد عمر الشريف بالتحديد جيه على عدد من المستويات لو أي مستوى منهم ما كانش تحقق ما كانش باقى عمر الشريف المستوى الأول هو خلقة ربنا التكوين الجيني والنشأة الموضوع ممكن يكون مفاجئ بالنسبة لكم يا جماعة بس مش كل الناس اللي في الدنيا ربنا خلقها شبه عمر الشريف ومش كل الناس نشأوا بشكل يسمح بإيجادة عدد كبير من اللغات وبنطاق واسع جدا من اللكانات أنا أكاد أجزم إن التعليم اللي ناله عمر الشريف معادش موجود في مصر خلاص المستوى التاني هو مستوى الإمكانيات التكسيدية واللي فيه ناس كتير ممكن تجادل بإنه ما كانش مرتفع قاوي يعني عند عمر الشريف لما كان بيمثل في مصر في بدايته كانش وحش بكل تأكيد بس ما كانش مرتفع بشكل ملفت بس اللي شفناه منه بعد كده يؤكد إن موهبته برضو ما كانتش موهبة عادية وإنه كان عنده ما يسمح باستغلال الفرصة والفرصة دي هي المستوى التالت والمستوى الأهم الحقيقة زي ما كلنا عارفين بداية عمر الشريف في السينما الهوليوودية كانت من خلال فيلم لورنس أوف أريبيا وفيه حكاوي وأساطير كتيرة قوي بتتقال عن كيفية حصوله على الدور ده وبعض الحكاوي اللي فيها رشدي أبازة وحاجات زي كده ولكن المؤكد إنه لما تعاقد على دوره في فيلم لورنس أوف أريبيا ما كانش نفس الدور اللي جسده في النهاية ما كانش دور شريف علي كان دور تاني هامشي جدا الدور اللي انتهى بيه الأمر إنه هو يجسده في البداية كان محجوز لممثلين تانيين خالص من الممثلين اللي كانوا مرشحين للدور مثلا أعلان دولون بجلالة أدرو وبعد ما جرب نفسه في الدور وقسرة الفيلم كانت مبسوطة جدا منه في الآخر بقى فيه متاعب في إنه يلبس العدسات اللازمة لتقديد الدور وبعد تجاوز أول وتجاوز تاني وتجاوز ثالث أخيرا بصوا على الراجل المصري اللي موجود ده يعني نقدر نقول إن الفضل بشكل كبير يعود على تواجده في المكان المناسب في الوقت المناسب والتواجد ده مبني على ثقته الخاصة في قدراته وده مستوى إضافي مهم جدا إن يكون عندك الثقة إنك لما تمسك أي خيط من طرفه حتقدر تطوره لحاجة أكبر والمستوى الأخير والمهم جدا برضو هو الاستعداد الاجتماعي والاستعداد الاجتماعي ده عملة لها وجهين الوجه بتاعك إنت واللي بيسمح لك بإنك تندمج داخل المجتمع اللي إنت داخله والوجه بتاع المجتمع وقدرته على تقبلك والعملة دي كانت فقل مع حالتها مع عمر الشريف الراجل ده يا جماعة داخل المجتمع الهوليودي من فيلم واحد وحبهم وحبوه لدرجة ممكن تتجاوز النجوم بتوعهم هما شخصيا تكوين الصدقات هناك والدخول في علاقات هناك كان من أسهل ما يمكن بالنسباله المجتمع ما كانش غريب عليه والأنشطة بتاعته ما كانتش غريبة عليهم وفيه مستويات تانية كتير وفيه عوامل تانية كتير فرصة إنها تجتمع مع بعضها في شخص واحد صعبة جدا ولو تحبوا نجرب تعالوا كده نقيس على اليومين دول مين في الوطن العربي كله عنده التكوين الجيني اللي يسمح بإنه يكون مقنع لما يلعب أدوار لشخصيات من خلفيات مختلفة مين عندنا عنده منا التعليم والثقافة اللي يسمح بإيجادة هذا العدد المهول من اللغات واللي أصعب من كده مليون مرة إيجادة عدد كبير من اللكانات دي معلش لو تسمحوا لي بقى مش مشكلة العرب بس دي مشكلة العالم كله دي مشكلة أمريكا شخصيا كيفين كوستنر بجلالة أدرو الأمريكاني لما عمل دور روبين هود الإنجليزي ما كانش مقنع والناس لغاية دلوقتي بتتريع على لتنته في الفيلم رغم الناس اللي إزاي أنا لما بيجوا يتفرجوا يقولك ماهو كله إنجليزي وخلاص لو هنتكلم على الإمكانيات التكسيدية فهنا عارف إنه موجود لأ عندنا ممثلين كتير يقدروا عندنا ممثلين يقدروا حتة بقى الثقة اللي تسمح بالتواضع وقبول أي دور في أي مستوى بأي درجة من درجات الصعوبات أملا في إنك توصل للي أكبر منه أهي دي صعبة قوي أصل يا باشا النجومية بتاعت دلوقتي مش زي النجومية بتاعت زمان دلوقتي العملية سهلة وفلوسها سهلة وشهرتها سهلة يا باشا أنت أصلا مش محتاج تكون ممثل عشان تبقى مشهور كممثل وبكل تأكيد الفرص أصبحت أصعب التاريخ كله على بعضه ما فيهوش غير لورنسو في أريبيا واحد اللي كان فيه تكريم واضح للشخصية العربية واللي كان فيه نطاق من الأدوار عندها القدرة إنها تطلق مسيرة طويلة وبنفس درجة الصعوبة يجي موضوع الاستعداد الاجتماعي أنا عارف إن دلوقتي الانفتاح بتاع العالم يسمح بإن عدد كبير من الممثلين العرب يقدروا إنهم يندمجوا بسهولة في المجتمع الأجنبي لو اضطروا إنهم يعيشوا فيه الفترة طويلة بل إن بعضهم عايش فيه أصلا بس استعداد المجتمع الأجنبي لتقبلك كواحد من الصفوة أهو ده بقى صعب قوي خصوصا وإن المطروح من أدوار للممثلين والممثلات العرب مش أعظم حاجة في الدنيا والنقطة دي بالتحديد بيتناولها برنامج عن السينما في حلقته الأخيرة اللي موجودة على قناتهم على يوتيوب اللينك بتاعها موجود تحت في الديسكريبشن ياريت تتفرجوا عليها لإن فيها شغل وحركات جمدة جدا وده طبعا بعد ما تخلصوا الحلقة دي يعني طب وبعدين هل نقدر نقول إن السعي للعالمية هو سعي عبثي؟ مش شرط إحنا عندنا أمثلة لغاية النهاردة بتظهر ظهور مشرف وجيد جدا في بعض الأفلام العالمية منهم عمر واكد منهم غسان مسعود منهم خالد النبوي منهم خالد أبو النجا ويمكن قبلهم بشوية جميل راتب كان نجح في إنه يجمع عدد معقول من قطع البوزل اللي كونت عمر الشريف طب إيه ننسى إن في حد من الوطن العربي ييجي تاني زي عمر الشريف؟ آه والسينما الرئيسي في إن إحنا نهرب بعض المواهب للسينما العالمية ما تيجو نفكر إزاي نرتقي بالسينما بتاعتنا دي شوية إزاي نخلي الصناعة اللي شكلها حلوة قوي من برة بتاعتنا دي يبقى شكلها حلوة من جوة كمان أنا هنا بتكلم بالتحديد على السينما المصرية اللي فعلا فيها مساحة كبيرة قوي للتطور والتحسن وده لإن في صناعات كتيرة في الوطن العربي أثبتت بالفعل قدرتها على المنافسة والتواجد في المحافل العالمية ولو الموضوع دي همنا قوي أنا ممكن يكون عندي بعض الأفكار على حد الطلاعي المتواضع يعني أعتقد إنها ينفع تساعد وهي أغلبها حاجات واضحة أنا مش حاجيب اتايها يعني زي إننا ننتصر للموهبة الحقيقية بجد ونبعد شوية عن الشلالية زي إننا نوسع النطاق أكتر ونسمح لممثلين أكتر بالتواجد ماينفعش بروفايل الشخصيات بتاعتنا في أي عمل المرشحين ليه يكونوا 2 أو 3 بس و2 3 ده كرم يعني ده إحنا عندنا بعض البروفايلات بيقعد يجسدها نفس الممثل لحد ما يموت والممثلين والممثلات برضو عندهم قدر كبير قوي من المسئوليات المنافسة في كل حتة في العالم يا جماعة بتجبر الممثل إنه يهين نفسه مهما كانت إمكانياته ومهما كان استعداده ومهما كانت درجة نجوميته نتعلم حاجات جديدة ونتعلم مهارات جديدة ونستعد للي مش موجود عشان لما يتوجد نبقى أحنا أكتر ناس مؤهلين ليه وأعتقد إن أي ممثل أو ممثلة في الوطن العربي ملهمش تمثيل في السينما العالمية يبقى بيهزره ضروري يكون عندك وكيل أو متعقد مع وكالة للمواهب عندها الاطلاع الكافي على السينما العالمية ولو ما عندكش ضروري تكون بتسعى أن يكون عندك وأعتقد إن الموضوع ده دلوقتي بقى أسهل نسبيا مع تعدد وتنوع المنصات حاجة زي ناتفلكس دي يا جماعة زي ما قلنا قبل كده فتحاها سوق كانتو انتجات كثيفة جدا بلغات مختلفة ومن جنسيات مختلفة كل الوكالات اللي بتتعامل معاهم تسعى أن يكون عندها أكبر قاعدة بيانات ممكنة لكل الممثلين اللي في العالم مش بعيد تلاقي فيلم نرويجي ولا فيلم بولندي ولا فيلم ما معرفش إيه بيدور على شخصية عربية بفئة سنية معينة وممكن يكون دور حلو وبداية خيط لفرصة تتمنى اللي يكون قاعد مستنيها وعلى المستوى الإداري وعلى المستوى الاستثماري فيه حاجات كتير قوي ممكن تتعامل نكثف إنتاجنا أنا من الناس اللي مقتنعة تماما أن طالما ما عندكش الخلطة الصحرية يبقى لازم تكون بتضرب في كل حتة نشجع السينما المستقلة ما هي دي اللي بتجيب لنا التمثيل الكويس دي اللي عملت فيلم يوم الدين اللي ودانا مهرجان كان ودي اللي عملت لنا فيلم سعاد لآيتن أمين اللي له لأزمة الكورونا كان زمانها هي كمان مثلتنا في مهرجان كان نحافظ على انتظام مهرجاناتنا ونسعى دايما للتحسن فيها سنة عن سنة وطبعا نحرص على التواجد في كل المهرجانات العالمية وده موضوع بيجي إيد وفي إيد فكرة الإنتاجات المستقلة وفكرة الإنتاجات الكثيفة وعلى مستوى الاستثمار ننسى والنبي إن مفهوم العالمية هو إننا نروح نجيب نجم أصلا مفيش حد في الدنيا بقى فاكره دلوقتي عشان يظهر في فيلم عندنا ونروح نرميه في العيد أيوة يا جماعة الناس اللي احنا بنجيبهم على إنهم نجوم دول أولا العالم ما بقاش يعرف عنهم أي حاجة وثانيا هم شخصيا أول ما بيمشوا من عندنا بيشيلوا الفيلم ده من السيفي بتاعتهم الاستثمار العالمي اللي بيخلق سينما محترمة هو السعي الإنتاجات مشتركة لأفلام عندها فرص حقيقية لتواجد حقيقي مشرف في المهرجانات العالمية شوف الجملة معقدة إزاي؟ طب والنعمة أرخص وعشان ما بقاش في الآخر سبت السؤال من غير إجابة في تقدير الشخص يا جماعة ما فيش حاجة في الدنيا اسمها ممثل يصل للعالمية ممثلين الدول الأخرى أصلا اللي وصلوا لدرجة إنه هم يكسبوا الأوسكار بعد كده رجعوا وشتغلوا في بلدهم عادي ما هياش زي الكورة كده مفيش ممثل في الدنيا حيروح يحترف في ليفر بول احنا طلعنا ممثل واحد بس على هناك الموضوع خلص بها زربها 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 في النهاية ده رأيي وده تعقيبي وبعد كده أي حد حيسألني السؤال ده حدينه لينك الحلقة وخلص اللي أتمنى إنها تكون عجبة حضراتكم وتخليكم تعملولها لايك وشار وتشتركوا في القناة لو ما كنتوش مشتركين تابعونا على فيسبوك تويتر ونيمو بوديو وبي باي